السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذي عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله السلام عليكم كيف حالك عمي مختار ان شاء الله تكون كويس بالله بنسرك عمي مختار اني عندي غولف ثلاثة محرك ستاش اللي هو واحد فاصلة ستة كاربيراتير المحرك مش انجيكشن المحرك ان مضروب توا حاليا فيه فيه برنزيني وفيه فاشي مضروب اني فككتا وبندور خط غيار ما حصلتش يكلفني غالي فحنا عندنا في ليبيا مرغوب محرك 1.8 مرغوب اكتر من 1.6 نبقى نغير المحرك المحرك الأصلي هذا 1.6 نبقى نغيره الى 1.8 هل بيمكان تغيير المحرك من 1.6 الى 1.8 وعلمه بان المحرك نفسه في الصورة هذا المحرك ها هو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هو يقول انا عندي سيارة محركها مثل هذا اللي هي غولف ثلاثة غولف ترواء محركها ايسانس يقول هو كيرباتير لا ليس كيرباتير هو هذا سامون كيرباتير نصف كهربائي بسمي ايجيكسيون ايجيكسيون واضح قدامي بالنسبة لكيرباتير الاخر موديل الاخر هو كيرباتير عادي هذا نصف كهربائي ومعشه ما نلجاش منه او عنده مشكله فيه او يحب يغير ما اقوى يحب يغير محرك اللي هو يقول هو هذا طبعا يقول هذا يعني نسمو احنا هدايا سبانتاروجني راقد والاخر سبانتاروجني واقف يعني دايكو راقد ودايكو واقف هذا نسموه دايكو واقف يعني الاسبانتاروجني واقف طبعا اثنين نفرج ما بينتهم كونان هذا يسبه الديزل الخطر عليش يعني اقرب الديزل هذا بالنسبة لهذا يعني لو عندك المحرك هذا على طول تقدر تركب دايزل ما فيش حتى اشكالية لكن الاخر ما يركبش من مكان هذا لان هذا اكبر والقلبة السرعة مش كيف كيف والمدخنة مش كيف كيف وكل الكماليات مش كيف واختيش انت تقدر تركب واحد كما هذا واختي تكون عندك سيارة كاملة من من تاخذ منها كل القطع لان عندك يزمك البيتاس المارشة يزمك السميس الكاردونات يزمك المدخنة نرى هنا هذا المدخنة مجداء والاخر المدخنة من الخلف يعني اقرب الديزل هذا اقرب الديزل البولو اللي هي ترواء والبولو وكات لا البولو ترواء والجولف ترواء هذا اقرب لبعضهم يعني ماهمش نفس الشي حتى كيف يشتسري في الموديل هذا لابد ان تتسري الكاش هذا يكون اليمنيوم الغطاء هذي يكون اليمنيوم ما تشريش غطاء حديد انني ما يمشيش معها مش كيف كيف وبعد ذلك عندك انت المشكلة للكالبيات هذا كيف 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 اذا كانت تبعها وبعد ذلك ممكن تقع في شكالية على الاقل حتى باش تاخذ مثلا تاخذ واحد من السيارة كاملة اخذها كربيتر عادي مش كهربائي وانتخذ محرك كهربائي كما هذا لو كانت لقى السيارة كاملة تاخذ منها كل شي علش لانها ممش كيف كيف بكل يعني ما يشبوش بعضهم لا في تركيب ولا في المكان يركب يعني السيبورات او القواعد المحرك السيبرتوات يعني يجوه انما الكامبيو والسمايس والمارشة والمدخنة والبعض الخراطيم وبعض الخيوط مش كيف كيف حتى في الدايكو ما مش كيف كيف يعني اشتعبك لو تأخذ واحد بروحه هكرة ويشتعبك واختش ميتعبكش واختش يكون هو كرباتير عادي كرباتير عادي تولي تركب على طول ما تحتش لعدة اشياء كهربائية تولي تاخذ مطور عادي بالكهرباء بالكرباتير العادي والسبانتروجين العادي او اسبانتروجين يقدر تقدر تألف الخيوط من الاخر يعني يمشي على بعضه انما لو تأخذ هكرة نصف كهربائي ممكن تحصل لك مشاكل ويكون ما يمشيش معك قد يكون يمشي معك في الكرباتير والوحف قد يكون يمشي معك لكن التركيب والمشاكل الأخرى ما مش كيف كيف هذا اقرب للديزل لو كان عندك المحرك اخو هذا في سيارتك على طول الديزل يركب لك مغير حتى مشاكل لكن المحرك الاخر لا يمشي معه هذا يمشي معه البولو وشبهه لكن ليس كيف نصف كهربائي ولهذا كان كنت ناوي يجب ان تغير يجب ان تأخذ من سيارة كاملة تأخذها كل الحاجات تحب عليهم وتحطهم فيها لي ان شاء الله تنفعكم هذا كمينة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله